ناس كتير جدا ممكن يبقى جواها تساؤلات كتير قوي خصوصا الناس اللي اول مرة بتروح الحج ربنا يا رب يكتبها للكل والناس اللي راحت وممكن تكون في بعض الحاجات اللي قصارت فيها او يعني ما عملتهاش على اكمل وجه زي ما بيقول او اتفاجئت بشيء وهم كانوا عاملين شيء تاني ويبقوا عايزين يسألوا ويعرفوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل حجتهم ولا لا خليني اسألك الاول انا ايه الشيء الواضح اللي ممكن لقدر الله يفسد الحج بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده وبعد من عظمة هذه العبادة ان الله سبحانه وتعالى بيّن بعض ما يتعلق بها في القرآن الكريم والقرآن الكريم وحده لا يكفي لبيان تفاصيل العبادات لان القرآن لم يأتي لهذا القرآن منهج للحياة حياة يدلنا على الصلاة والسنة تبين لنا كيفية الصلاة يدلنا على الصوم ويبين فضله وبعض ما يتعلق به ربما من احكاب والسنة تفصل وكذلك يدلنا على الزكاة ولكن من اعرفش الانصبة من اعرفش زكاة الحيوان ازاي من اعرفش زكاة الزروع ازاي هو يدلنا ان فيه زكاة زروع يدلنا ان فيه زكاة مال ولكن تأتي السنة تفصل هذا وكذلك الحج فالسنة بيّنت عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا داي بيّن اني علشان الصحابة ينتبهوا شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه وانقلوا ذلك لمن بعدكم الى ان وصلنا كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان للحج اركان وكان ليه شروط وكان ليه امور مستحبة مندوبة وكان هناك على المحرم بالحجة او العمرة محظور وكان هناك اشياء مباحة وكان هناك اشياء مستحبة له ان يفعلها فلا نجد ابدا عبادة من العبادات بيّنها الكرآن او فريضة من الفرائض دل عليها الكرآن الا وفصلت السنة كل ما يتعلق بها وبعدين تأتي السنة ترفع الحرج عن امور كثيرة قد يقع فيها الحجيك ها الحج ده بيبقى مشغول بامور كثيرة زي ما حاج بتقوله يبقى الآن لان ممكن هي صفرة واحدة اللي بيسافرها في حياته يحج فنفسه قوي الحاج يعمل كل المناسج بتاعته بصورة صحيحة يقول تقوم السنة تأتي تبين خلي بالك ده انت مباحة لك تعمل كذا وكذا وكذا ده انت لو قدمت في ده واخرت في ده او اخرت في ده وقدمت ده بيبقى ما فيش فيها مشغول ما فيش حرج عليك ده انت لو احدثت وانت بتطوف ده انت توقف هنا وتروح تجدد وضعك ده تكمل ما تبنيش ما تعدش من اول وجديد ده انت لو بتسعى واحدثت في السعي بين الصفة والمروة ما فيش فيها مشكلة ليك من باب التيسير من ربنا سبحانه وتعالى والتخفيف عليك جميل ده انت مش قادر ترمي الجمراض ده ممكن واحد ير حد ينوب عنك حد ينوب عنك ده انت لو قفت بعرفة في اي مكان قعدت في الخيمة حتى خلاص انت وقف بعرفة يعني مش لازم تروح تطلع على جبل الرحمة في الشمس وتقعد وتتعب نفسك لا سيدنا النبي قال شوف الكلام سيدنا النبي الجميل قال وقفت هنا صلوات ربي وسلامه علي وعرفت كلها موقف اقول لهم انا وقفته هنا علشان يرفع عن الناس انك هتقلد سيدنا النبي في الحتة دي لا قالك لا انا وقفت هنا وكل ارض عرفة موقف لو قفت في اي مكان يكفي ولو انت في خيمة ونمت واقعك كده نايم كده مسترخي بتذكر لو تدعي انت واقف برضو في عرفة يبقى اذا بلاش تشك على نفسك سيدنا النبي يعني يعلم صلواته ربي وسلامه علي ان الناس تنظروا الى فعله وتريدوا ان تقلده لذلك حاب يرفع عن الحرج